خبر يمكن ما انتشرش كثيرا على الميديا حاولنا ندور على يعني اصول الخبر ايه فالعربية بالذات يعني فلقينا الـ CNN بالعربية من دبي زي على الخبر ومؤكداه وهو تنحي الرئيس بايدن عن سباق الرئاسة امام ترامب ودعمه الكامل لكامل هارت دي تعتبر النائب الرئيس حاليا الخبر مفاجئ الكل كان بيتحايل عليه علشان بعد المناظرة التاريخية اللي فشل فيها بامتياز انه بيعلن التنحي او انه مش هياخد سباق الانتخابات لانه الديمقراطيين شايفين انه كده كده يخسر تحليل الموقف انه بيدعم كاميلا هاريس كاميلا هاريس ما خدتش فرصتها كاملة للدعاية الانتخابية وبالتالي اعتقد انه هي حطت ظلم قصاد ترامب فيه ناس كتير يعني اكدوا المعلومة من خلال الولايات المتأرجحة كمان ان ترامب هو الرئيس القادم بلا منازع سواء بايدن استمر او سواء بايدن تنح ترامب ابتدى يهاجم بقوة ابتدى يهاجم انتخابيا يعني وابتدى يعلن عن هو عمل ايه وهو في الرئيسة وخصوصا مع ماكرون ومع رئيس المكسيك السابق ومع اي حد كان بيحاول ينافس الولايات المتحدة الامريكية في شيء لان هو السياسات كلها هات وخد مفيش يعني اجراء اخد ترامب الا وكان فعلا كان لصالح الولايات المتحدة الامريكية هو الدعاية بتاعته الان هي وقف الحروب في كل مكان في العالم والهو قادر على ده بقرارات ومباحثات مع الاماكن اللي هي يعني فيها حرب شاملة زي منطقة الشرق الاوسط ما بين اسرائيل وحزب الله وغزة والحوتيين وانضم ايضا يعني برضو بعض الدول للهجوم على اليمن والحوتيين لانهم بيمثلوا بالنسبة لقطع التجارة العالمية عن باب المندب والبحر الاحمر ارهاب بحري عالم نقرأ الخبر عن ال سي ان ان العربية بايدن يعلن تنحية عن خوض الانتخابات ويعلن دعمه لكاميلة هاريس لمواجهة ترامب الخبر اعلن الرئيس يعني الامريكي جو بايدن واللي كاتب الخبر سي ان ان من دبي الامارات العربية المتحدة عزمي عدم خوض الانتخابات من اجل ولاية رئاسية ثانية وتراجعه عن خوض السباق المقرر في نوفمبر التاني من نوفمبر المقبل في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب النهاردة الاحد بينما كنت اعتزم السعي بيان له يعني وقال بايدن فيه اللي اعادت انتخابي اعتقد انه من مصلحة حزبي وبلدي ان اتنحى وان اركز فقط على اداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي وقال بايدن في بيان له النهاردة الاحد انه سيتحدث بمزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب الى الامة هذا الاسبوع وتدوين لاحقة عبر بايدن عن دعمي لخوض نائب الرئيس كاميلا هاريس للمنفسة في مواجهة ترامب وقال بايدن زملاء الديمقراطيين اللي قد قررت عدم قبول الترشيح وان اركز كل طاقاتي على واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي كان قراري الاول كمرشح الحزب العام 2020 هو اختيار كاميلا هاريس نائب للرئيس وكان هذا افضل قرار اتخذته يعني هو مصر على انه هاترحها وكاميلا هاريس هي اللي هتبقى المرشحة للديمقراطيين طبعا مبروك لكاميلا هاريس دي من اصول يعني شرق اسيوية لكنها مولودة طبعا مولودة في امريكا ويعني كانت في منصب قضاء عالي كمان في سان فرانسيسكو والان هي نائبة الرئيس نائبة رئيس الولايات المتحدة الامريكية وسيعلن الحزب في خلال ايام ترشيحها ضد ترامب اشتركوا في القناة